السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي انتابعها حياكم الله مشاهدي الأحبة طهران لا تساوم في المواقف الوطنية هكذا تعلنها الخارجية الإيرانية بصريح العبارة بعد بيان قمة مجلس التعاون الخليجي بنسخته الثالثة والأربعين واللي كان مصداق حقيقي لاتهامات جاهزة وباطلة تفتقد للمصداقية أو حتى المهنية حسب الخارجية إنما نتاج لسياسات سابقة لم تؤتي أكلها هاي الاتهامات اللي تنسج في الهواء تحاول تصدير مخاوف من الجمهورية الإسلامية لأسباب يقول عنها المشاركون في القمة تحذيرية من برامج نووية وأخرى امتعاضية مرتبطة بالجزر الثلاث غير أن المتفحص عميقا يرى أن منشأ الأسباب عائد من مقررات دول متخذة يعني اشتركت في القمة ودعت إلى العبث في مساحات مترامية من المنطقة الإقليمية من الأفن الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة سنتابع ما يجري في البيت السياسي السني فقد عاودت دلالات التناحر بين قياداته تطفو إلى واجهة الأحداث مجددا حرب كلامية تغريدات نارية مؤشرات غير قليلة عن وجود حراك مبطن لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبة هاي الإزاحة ورغم صعوبة تطبيقها إلا أن المتغيرات السياسية المتسارعة والتحولات الأخيرة قد تدعم تشكيل هذه التوازنات في الساحة الداخلية فضلاً عن احتمالية أن يكون هذا الصراع ذات منشأ ومحرك خارجي إذن المشاهدين أحب تبقونوا يانا حتى نتابع ملفات حصادنا ونفتحها نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام السفر المقاويان ومتابعتنا ترجمة نانسي قنقر مجدداً حياكم الله مشاهدي أحب أرحب بضيفي الكريمين الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حياك الله دكتور طارق ضيفاً كريما في الستوديو وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد سمير شوهاني الكاتب والمحل السياسي أنضم مع عبر سكايب من طهران حياك الله سيد شوهاني دكتور طارق نتحدث عن القمة رغم أن عناوينها اقتصادية لأن دول عدة استثمرت هذه القمة ودست كل ما تريد أن تقوله ويحلو لها متوجهات سياسية في بيانها الختامي ما العلاقة الارتباطية بين هذه القمة ومخرجاتها وبين الجمهوري الإسلامية أهلاً وسهلاً بحضرتك صاد أحمد ومشاهديكم الكرام والضيف الكريم في حقيقة الأمر هذه القمة كانت بداياتها بدايات اقتصادية من حيث الإعلان ولكن النهايات كان فيها جنبة سياسية واضحة نعتقد أن هذه القمة هدفها لأساس نقطتان أساسيتان السعودية ادركت أن الولايات المتحدة لم تعد حليف استراتيجي مستقبلي يعني أوحد ولذلك ذهبت إلى تعدد خيارات الحلفاء باعتباره أن هناك مشاكل كبيرة واجهتها السعودية في الآونة الأخيرة في إطار علاقتها مع الولايات المتحدة لا سيما في زمن دونالد ترام هناك التصريحات واضحة من قبل الولايات المتحدة إنها لن تدعم أمن منطقة الخليج دون مقابل وذلك طالبة أموال بشكل واضح وصريح فضلاً عن ذلك في عهد جو بايدن هناك خلافات كبيرة في إطار الفرض والهيمنة على السعودية لغرض اتباع سياسة معينة للأوبك بموضوع أسعار النفط وكذلك هناك شواهد كثيرة ولذلك أدركت السعودية أن الولايات الأمريكية يجب أن يكون لها يعني هناك مناوعين في إطار علاقتها الخط الثاني في إطار هذه الستراتيجية السعودية تحاول أن تسحب الصين من علاقاتها الوثيقة مع إيران لغاية إيجاد يعني نوع من العلاقة مع السعودية باعتبار أن العلاقة مع الصين في إطار علاقة الصين مع إيران وروسيا علاقة ثلاثية رصينة وأعتقد أن علاقة الصين مع إيران هي أقوى وأوثق من علاقة الصين مع السعودية باعتبار أن هناك علاقة أشبه ما تكون يعني محور استراتيجية أو خطة استراتيجية بعيدة الأمد باعتبار أن الصين وإيران تشترك في إطار علاقاتها مع علاقات أمريكا وسياسة أمريكا في المنطقة إضافة إلى ذلك تحاول أن تستغل القمة الخليجية حاولت أن تستغل بعض النقاط المهمة في إطار يعني علاقاتها مع إيران باعتبار أن التصريح الأخير للناطق باسم الخارجي الإيران ناصر كنعاني واضح أن الرفض هو لم يكن رفض لمجمل مقرارات مؤتمر القمة الصينية الخليجية وإنما كان محددا لنقاط ثلاثة رئيسية النقطة الأولى ما تناولته هذه القمة من موضوع يتعلق بالجزر الثلاثة المتنازعة حولها والموضوع آخر النقطة الثانية ما يتعلق من موضوع التدخل الإيراني في المنطقة والموضوع الثالث موضوع البرنامج النووي وهذا ما رفضته إيران بشكل واضح ورفضت جميع الادعاءات التي موجودة في هذا الشعب نظر الإيرانية دعني نستشفها من السيد سامير شوهاني حياة قلة مجددا سيد سامير وشير ضيف الكريم إلى وقائع وحداث هذه القمة العربية وبالتالي البيانة الختامية التي أشار إلى بعض التفاصيل التي تخص الجمهورية الإسلامية سرعان ما ردت إيران عن طريق خارجيتها وأوضحت موقفها بأن هذا الأمر يعني تكرار لنسخ قديمة لم يكتب لها النجاح ما العلاقة أيضا نتساءل هنا ذات السؤال ما العلاقة بين طهران وهذه القمة تحية لكم وتحية لمشاهدي الكلام وأيضا ضيفكم الكريم حياة فيما يتعلق بالقمة الصينية الخليجية التي جرت قبل أيام وأصدرت بيانها الختامي عندما ننظر إلى حيثيات هذه القمة يجب أن نعود إلى ما يقارب أربعة عقود عندما غيرت الصين من سياستها الاقتصادية وانفتحت على الغرب وفي الوقت نفسه الصين تمسكت وما زالت تتمسك بموضوع الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعي الصيني في هذا الإطار الصين تريد أن تنمي وتعزز علاقاتها الاقتصادية مع كافة الدول وتؤكد بأنها حتى تؤكد للولايات المتحدة بأنها ليست منافسة لأي بلد وفي هذا الإطار يمكن قراءة خطوات الصين للتعاون الاقتصادي وبالأحرى تنمية التعاون الاقتصادي مع الدول المطقة وخاصة الدول الخليجية بالنسبة لإيران حقيقة إيران قبل أكثر من عام كانت لديها اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما تشمل الكثير من المجالات البناء التحدية الموانع الاقتصاد التجارة وما إلى ذلك فمن هذا المطلق إيران حقيقة لا تعرض ولا تتخوف من أي تعاون اقتصادي أو تنمية وتعزيد التعاون الاقتصادي بين الصين ودول المنطقة ليست فقط الصين وإنما أي بلد في المنطقة وفي العالم إذا كانت طهران لا تتخوف من هذا التعاون يعني ما الضير على دول الخليج بالنسبة لإيران الموضوع المهم الذي أثار حفيظة إيران هو الموضوع الذي يمس أمنها القوم الموضوع الجزر الثلاث والموضوع الآخر اتهام إيران بأنها تدخل في شؤون دول المنطقة هذا بالنسبة لإيران خط أحمر إيران تؤكد بأن الجزر الثلاثة حقيقة قبل تأسيس دولة الإمارات كانت جزر من إيران وكانت هناك قوات بريطانية انسحبت اضطرت للانسحاب من هذه الجزر قبل انتصار الثلاثة الإسلامية في بداية سبعينيات القرن الماضي وآنذاك لم تتأسس بعد دولة الإمارات هذا في بعد فمن الطبيعي بأن أي دولة في العالم لن تقبل بأن تتفاور أو حتى تقبل بفكرة الحوار حول جزء من أراضيها أي بلد في العالم كان وهذا أيضا بالنسبة لإيران إيران تقول أهلا بأي بلد يريد أن يطور علاقات الاقتصادية في المنطقة ولكن ليس على حساب إيران والموضوع الآخر السعودية التي تتهم إيران حقيقة بالتدخل في شؤونها أو شؤون دول المنطقة هي منذ ثمانية أعوام وتشنوا عدوانا على اليمن لم يسلم منه لا الحجر ولا البشر هذا حقيقة الواقع ولكن أؤكد أن بالنسبة لإيران الموضوع المهم هو أن هذه الاتفاقيات لا تمس أمنها القومي وليس أي مخاوف ما عدا هذا الموضوع بالنسبة لإيران وبالنسبة لأي اتفاقيات شراكة أو تعاون استراتيجي مع الصين أو مع بلدان المنطقة دكتور نتحدث أيضا عن أن إيران ذهبت لأبعد من ذلك وأعلنتها بصريح العبارة أن ما تمر به المنطقة اليوم هو نتاج أموال صرفة ودماء وريقة وأيضا أشار السيشوهاني إلى أنه هذه الجزر الثلاث منذ الاحتلال البريطاني وإيران دافعت عن هذه الجزر وقبل تأسيس دولة الإمارات بالتالي هذه المعطيات أو المكتسبات أو الثوابت لكل بلد هل من الممكن أن تمس من قبل هذا الطرف أو ذاك بحقيقة بحقيقة الأمر لا يمكن لنا أن ننفي وجود خلافات عميقة ما بين إيران والدول العربية بشكل عام وبالذات مع السعودية ولذلك بعض الدول عملت على تغذية هذا الصراع وإيجاد ما يسمى بإيرانفوبيا هذه الجهات التي دعمت هذا الموضوع أعتقد غاية الأساس إضعاف جميع كلتا الدولتين وهذا الموضوع واضح إذا نتذكر عندما كانت هناك حرب ما بين إيران وإيران كثير من الدول غذت كلتا الدولتين باعتبار أن الهدف هو إضعاف كلتا الدولتين ولذلك أعتقد أن عملية تغذية هذا الصراع ما بين إيران والدول العربية الهدف الأساس هو إضعاف جميع الدول بنفس المستوى لأنها تحاول أن تحافظ على أعمال إسرائيل هذا الموضوع أعتقد موضوع جدا مهم ولذلك ما هو الحل من غير المعقول أن تبقى هذه الصراعات قائمة أولا ومن غير المعقول أن نلجئ إلى العنف والتصريحات وإلى موضوع التصعيد باعتبار أن تصعيد سوف لن يخدم كل الأطراف التصعيد في هذا الموضوع على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي ما بين إيران والسعودية لن يخدم كل الدولتين بل يخدم أعداؤهما ولذلك أنا أعتقد هناك ضرورة قمة ما بين السعودية وإيران هذه القمة يفترض أن يتم فيها المكاشفة وعرض الحقائق لجميع الخلافات القائمة لغرض إيجاد حلول منصفة ترضي جميع الأطراف ولغرض إنهاء هذا الملف الملف المعقد ما بين هذه الدول والتوجه لإيجاد النوع من التعاون والتكامل الاقتصادي باعتبار أن المنطقة لا تحتمل مزيد من المشاكل والأزمات لغاية الآن لدينا دول تأن من جانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الحروب والصراعات وهذا ما أعتقده باعتبار أنه جميع هذه الملفات إذا ما عرضت على طاولة الحوار لا بد أن تجد لها حل من غير المعقول لا يمكن لأي مشكلة ولا أي أزمة مهما كبرت هذه الأزمة يفترض أن تحل بالحوار نعم سيد شوهاني الجمهورية الإسلامية ومع تأكيدها المستمر بالتسامح وتلاقي الأفكار لكن من جهة أخرى يبدو أنها مستعدة دفاعيا لحفظ مياهها الإقليمية من أي عدوان خاص وأن البيان ألمح إلى الجزر الثلاث وبالتالي أيضا نشير هنا إلى المناورات التي تجريها إيران بين الفينة والأخرى على حدودها سواء في المياه أو حتى حدودها البرية مع الأطراف الأخرى نعم صحيح كما يتعلق باستعداد إيران للدفاع عن أراضيها حقيقة إذا ما عدنا إلى قبل ما يقارب أربعين عاما عندما شن صدام الحرب على إيران أن ذاك أيضا كان موضوع الجزر الثلاث مطروحا من قبل الإمارات ولكن حقيقة لم تتجرأ الإمارات على أي خطوة حقيقة تثير غضب إيران وإيران أن ذاك كانت في حرم طاحنة فما بلك بديوم إيران ترحب بالحوار حقيقة وخاصة مع مجيح حكومة الرئيس الرئيسي من أي طرف كان وأنتم تعلمون بأن هناك خمسة جولات من الوساطة بين إيران والسعودية جرت بوساطة عراقية وفي الأراضي العراقية على مستوى خبراء ومسؤولين أمنيين وإحدى المحاور المهمة التي نوقشت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيعة السيداني إلى طهران قبل أسبوعين وكان موضوع استمرار هذه الوساطة العراقية بين إيران والسعودية إيران ترحب حقيقة بالحوار لكن ليس الحوار لإزالة الخلافات لإزالة القلق وما شابه ولكن حقيقة لا يوجد أي بلد في العالم مستعد للحوار على التنازل عن جزء من أراضيه بالنسبة الآن عندما نتحدث حول القمة الصينية الخليجية هل الصين مستعد للتنازل عن سيادتها عن تايوان ونحن نعلم بأن تايوان فصلت من الأراضي من البر الصيني قبل سبعين عاما ولكن نصين ليست مستعدة وإيران أيضا بالتأكيد ليست مستعدة لحتى إجراء حوار حول هذا الموضوع موضوع التنازل عن الجزر الثلاث وأيضا إذا كان هناك نوايا لأي بلد كان فيما يتعلق بهذه الجزر إيران وخلال الرسائل المباشرة وغير المباشرة الرسائل العلنية والخفية التي ترسلها من هنا وهناك بالتأكيد 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 سترد بشكل حازم وحاسم على أي نوايا عدوانية تجاه أراضيها ومياهها القيمية طيب نتساءل هنا عن قضية بنيوية دكتور طارق يعني في هكذا قمم هل من التأكيد أو البروتوكول السياسي بأن تذكر بعض الأطراف غير المشاركة في هذه القمم ونحن نتحدث عن قمة خليجية صينية بالتالي يأما يكون هناك توزيع لهذه المواضيع عندما تذكر إيران تذكر بلدان أخرى لم تشارك أو هذا التنصيص والتخصيص يجب أن يفسر كسلوك سياسي بمنحة آخر يعني خرجت به مقررات القمة على غير العادل ربما يعتبر حسب تحليل حضرتك كيف تنظر إلى الأمر في حقيقة الأمر موضوع القمة وعملية الإعداد لها يفترض أن يكون بدقة متناهية باعتبار لطالما المواضيع المبحوثة إذا كانت يعني تخص إيران يفترض أن يحضر من يمثل إيران باعتبار حتى يكون حق الرد مكفول من غير المنطق يعني يكون هناك يعني في إطار هذه الملفات قضايا كثيرة تخص إيران دون وجود أي دعوة لإيران لغرض المشاركة هذا من جانب من جانب آخر نعتقد أن موضوع الحوار في إطار القضايا الرئيسية المصيرية لا بد أن يكون مستند إلى حقائق وعرض النتائج حقيقية بمعنى حتى وإن كان هناك حوار على هذه الجزر الثلاثة التي أشار إليها ضيفك الكريم أيضا أعتقد حتى الحوار يفترض أن يكون قائم باعتبار أن إيران لطالما لديها الأدلة والوثائق والمعطيات والحقائق أن تعرض أثناء هذا الحوار ونعتقد أن العراق هناك لديه مفاوضات كثيرة تم يعني بدايتها كانت مع السيد حيدر العبادي وطورت في زمن السيد الكاظمي وأعتقد سيد السوداني أيضا سوف ينحو نفس المنحة لكي يكون العراق وسيطا للعلاقات العراقية الإيرانية لماذا يعني يذهب العراق في هذا المنحة لأن العراق يدرك جيدا أن خطر أي صراع ما بين إيران والسعودية أو أي صراع يقوم في المنطقة سوف يكون متضررا أكبر باعتبار العراق بلد نفطي وجميع صادراتها تمر عبر مضيق هرمز وبالتالي عملية إيجاد هذا الحوار أعتقد هو العقدة الأساسية في موضوع الحل فيما يتعلق بالمقررات التي أشارت إليها إيران لطالما إيران هي ليست طرفا يفترض أن يكون البيان الختامي خالي من إشارات لموضوع إيران لطالما هي غير موجودة ولكن أعتقد أن عملية إضافة هذه الفقرات هو غرض الاستثمار السياسي القائمون على هذه القمة حاولوا أن يستثمروا وجود هذه القمة ووجود الدول الكبيرة الممثل لا سيما الصين باعتبارها دولة عظمى عفو دولة كبرى فضلا عن وجود قادة لا سيما يعني قادة الذين يمثلون دول مهمة في المنطقة العراق وغيرها من الدول لغرض استثمار هذا الموضوع ويعني محاولة إيجاد نوع من يعني تحريك العواطف الجانب في جانب العربي وموضوع بعض الجزر التي يعني موجود فيها سلطة وموجود فيها هيمنة لإيران وباعتبار أنه هذه الملف هو ملف معقد مثل ما أشار له ضيفك الكريم أنه ملف واحد من الملفات هو المشاكل التي سببها الرئيسي في موضوع الحرب العراقية الإيرانية كان الحديث عن موضوع هذه الجزر وغيرها وادعاءات العراق أنه يدافع ويريد أن ينتزع هذه الجزر عملية الدفاع عن هذه الجزر وعملية إيجاد حل منصف لكل الأطراف من الأدلة والبراهين التي تؤكد حقية إيران وحوار كيف وإيران هي ليس الطرف في هذه القمة أعتقد أني أتوقع عن موضوع الحوار من المستقبل لا أتكلم عن الحوار في هذه القمة في هذه القمة قلت منذ البداية هناك خطأ الذي عد هذا القمة أو الذي عمل على دعوة الأطراف يفترض يكون أما أما دعوة الأطراف التي سوف تتناولها المواضيع القمة أو عدم دعوة هذه الأطراف وعدم يعني الذهاب إلى مواضيع تتمس دول ليست حاضرة باعتبار أن وحق الرد سوف لن يكون مكفول طيب هنا سيد شوهان أيضا عندما يتحدث الدكتور الزبيدي عن أن هذه القمة يراد لها الاستثمار السياسي هنا نتحدث عن ردود الأفعال أو الاستجابات لهكذا نصوص وردت في البيانة الختامة يعني رصدنا أنه هناك رفض برلماني أكاديمي مجتمعي لبيان هذه القمة بل أن هذا الرفض تطور إلى المطالبة من الحكومة باتخاذ مسارات إضافية تعبر عن رفضهم لما ذكر في هذا البيان أيضا حول استدعاء السفير الصيني من قبل طهران وتقديم مذكرة استياء له إذا ما حدث في هذه القمة هل لازلنا في مستوى البروتوكور السياسي أم أن هذا الموضوع لربما تحدث فيه تطورات أخرى أنا إذا ما نظرنا إلى أنا بدأت حديثي حول الصين وحقيقة التوجه الاقتصادي بالنسبة للصينيين الصين يعني منذ أربعة عقود هي انفصلت عن بعدها الإيدولوجي وأصبحت الدولة براغماتية بمعنى الكلمة في المجال الاقتصادي وهذه القمة حقيقة هي يعني تحمل طابع القمة الخليجية الصينية تحمل طابعا اقتصاديا لأن الصين حقيقة هي من أكبر مشتري أكبر الزبائن بالنسبة للنفط في المنطقة الصين بحاجة إلى 9 ملايين برمين نفط يوميا وهي تحول على الطاقة الموجودة في هذه الدول دول المطقة خاصة السعودية والأمارات وأنا أتصور بأن البيان الختامي لهذه القمة يعني هو حقيقة مجرد بيان سياسي يعني هو في المستقبل يعني لن نرى أي خطوة عملية من الصين تجاه هذه الدول الخليجية كالسعودية والأمارات وما تم التأكيد عليه في الشق السياسي يقصد ما تم التأكيد عليه بأن الصين تتشاطر الرأي مع دول دولة الإمارات فيما يتعلق بالجزر الثلاث وتتشاطر الرأي مع السعودية فيما يتعلق بعدم تدخل في شؤونها أنا أصور بأن الصين بما أن هذه الدولة برغماتية لا تريد أن تخسر إيران وهي تريد حقيقة المهم بالنسبة للصين أمن الطاقة وهي تريد نفط المنطقة ولا تدخل في الخلافات الموجودة بين دول المنطقة ولا تكون طرفا لأي بلد ضد بلد آخر في هذه المنطقة وفيما يتعلق بالموقف الإيراني تم استدعاء السفير الصيني للخارجية وأكثر من مسؤول إيراني أكد بأن إيران لن تقبل بهذه المطالب التي وردت في البيان الختامي فيما يتعلق بالجسر الثلاثة وأيضا فيما يتعلق بالتدخل في شؤون دول المنطقة وأنا لا أتصور بأن سيكون هناك تصعيد آخر لهذا الموضوع بين إيران والصين وستنتهي القضية عند هذه الحد إذن هذا الحد وهذا التحليل نغلق هذا الملف سيد شوهاني شكرا جزيلا لحضرتك سيد سمير شوهاني الكاتب والمحلل السياسي انضممتها معنا عبر سكايب من طهران والتفضل بمقا معي الدكتور طارق الزبيدي كنتابع في الملف الآخر مشاهدي الأحبة شكرا حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة بهذا الملف ورحب بضيفي الكريم الأستاذ صباح زنقن رئيس مركز الاتحاد الخبراء الاستراتيجي حياك الأستاذ صباح وكذلك رحب بضيفي الكريم في الستوديو الأستاذ إبراهيم الدليمي المحلل السياسي حياكم الله وكذلك رحب بضيفي الكريم أستاذ صباح لغاية الآن الخلافات السنية السنية لا تزال تأخذ شكل مبطن ولم تنفجر رسميا ترى إلى أي مدى ستبقى هذه الخلافات تطفو وتضمر تطفو وتضمر ونحن نتحدث عن قيادات تقود المشهد السياسي وتتحكم في الدولة العراقية بهذه المناصب وهذه الخلافات بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمتابعيكم ولضيفكم الكريم الأستاذ إبراهيم ولكل من يهمه الأمر والمشاكل التي تحصل في الأرويق السياسية لا سيمو أن هناك اليوم صقور في العملية السياسية تحاول أنها تصنع المكاءت فيما بينها لتسقط العملية السياسية ونرجع إلى المربع العدم التي غادرناها ولطالما كان الشعب العراقي برمته سنة أو شيعة أو كردا أو عاربا وكل الأقليات والقوميات والإثنيات يحلمون بالاستقرار يعني أعتقد أن اليوم أن هذا الخلاف الذي يقع في داخل البيت السني سواء يعني القوى المتمثلة كما يسمونهم بالكرابلة أو بالأنبار أو بيعني قوة القوى الأنبارية وسيد الحلبوسي من جهة إنما تشيب أن هناك عمق يعني عملية كسر العظم بعد أن اخترقوا مسألة الأكل اللحم وغير وهذه طبعا مؤشر خطير جدا ليس فقط على العملية السياسية بل وحتى على أركان الدولة العراقية وإيضا ستنعكس على الواقع السني اليوم يعني هو واقع مهتر نتيجة دخول داعش على الخط ونتيجة العمليات التدمير التي حصلت في مناطقها بالتالي كان على القوى السنية أن يكونوا أهدأ أكثر هدوءا وأكثر ضبطا للنفس في مقابل النزاعات والمشاكل الحاصلة بينهم وأعتقد بأنه إذا كانت هناك غلبة للأصوات العالية فأن صوت الرصاص سيكون أعلى عند تلك اللحظة أما إذا كانت الغلبة للغة الهدوء ولغة العقل فأعتقد بأنهم سيصلون إلى تهدئة الأوضاع ولا أعتقد بأن بقية القوى سيكونوا متفرجين على المشهد الدموي إذا حصل في المستقبل لأنهم سيعلمون بأن أي اختلال سيعصب بالعملية السياسية سيعصب بصقور العملية السياسية أيضا هذا العصف في الصقور سيد إبراهيم وجدت ترحاب بحضرتك نتحدث عن سحب البصاق من رئيس البرلمان بعد هذه الخلافات داخل البيت السني أول معالم هذا التغيير بحسب مراقبين تحدث عن كرسي رئاسة البرلمان هل أن هذه المقاوض واقعية وهذه الخلافات ستؤدي بحسب قراتك إلى هذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم أولاً بس للتصحيح أستاذ الكريم أنا السياسي المستقل الشيخ إبراهيم الدليمي وليس محل السياسي نعمة حالك أجدد التحية لجنابك صباح والمشاهدين الكرام وأنا أولاً قبل أن أجيب على سؤالك أقول أستاذ صباح لا رشاشات ولا ديم ولا غير عندنا بالسنة وبالأنبار والمناطق السنية إذا أريد أن نغير أكو عندنا صناديق انتخابات نغير بها واللي يريد أن صعده كمجتمع سني عراقي نشوفه يشتغلون الصعدة واللي ما يشتغل ننزل ونقول له هذا مو مكانك استغلت أكثر من لازم توكل على الله وغيرك يأخذ المكان ولكن بالطرق القانونية والطرق السلمية والطرق وطريق الانتخابات هو أسلم وأفضل الطرق اللي هو يحتكم به إلى الشعوب ما يتعلق بال يعني هاي أطمنك إنسى أكو قطر الدم تسيل أو طلقه وحده هذا هذا أمن أيضا لا لا هذا فيما مضى لأن كانت تكتد أدخلات إقليمية ودولية وأكتان وضع فيه خربط هذا الوضع متزن العملية السياسية ماشية بخطاوة ثابتة الحمد لله ما يتعلق بال قبل السؤال لا وسمحت لي عفو يعني هنانا لما تقول نغير بصناديق الاقتراع نعم يعني هذه خلافات راح توصلنا إلى نهاية الدورة البرلمانية من الممكن أنه نشهد نعم أو لا من خلاص صناديق الاقتراع لو أكو مراقبين دي يقول لك الوضع يعني يصل إلى مدايات لربما يعني تطفو على السطح وهذا ليس كلام مراقبين فقط حتى كلام ممثلة الأمم المتحدة يعني أستاذ الكريم ما تتدري أنا دعا أحكي بالصفة بالصفة بالسياسة المستقلة بس أنا أحد قيادات الواجهة السنية وأنا أعرف قفائل الأمور يعني تكون هناك صريحة ودقيقة مثل ما تعرفني وتعاد سرحت بي وجرأتي بالطرح ومو بس السنة حتى يعني لماذا يحكيوها الإطار التنسيقي أو تعالي في دارة الدولة أيضا مراضع للسياسة الأخيرة للسيد الرئيس البرلمان مو هم فقط ولكن العالم من نتكلم ويهما نتكلم مع بعض القيادات قلت لهم مصلنا إلى مرحلة من النصح نصحنا هواي ما فاد وجهناه ما فاد اجتمعنا ما فاد أحلى أن قال لو أكو طرق قانونية وروح أجيبوا النصف التشكام ما قعد عدكم عدكم بالأربعة وسبعين أو ما يقار بالسبعين أو أربعة وسبعين بالقانون وبالتشريع أجبونا النصف زائد واحد من داخل المكون أي ما معناه ستة وثلاثين سبعة وثلاثين نائب وقدمونا من حكم نسو ترشيحات جديدة وانتخابات رئاسة البرلمان هذا موقف صعب حقيقة من الإطار لكن بعض القيادات بالإطار أيضا أدهى رغبة في تغيير كرسي رئاسة البرلمان لأبعاد كثيرة يعني والدكتاتورية مع الأسف الشديد بالطرح وتكميم الأفواه وصلنا مرحلة بعد ما نتقبلها نحن قالم الناس كنت من أكثر الداعمين لهذه الطبقة السياسية الموجودة حاليا بالثمنتعش إلى هسة وكنت داعمهم وغيرنا السياسات قديمة وطبقات سياسية سابقة وأنوية جنابك بعشرات اللقاءات تتذكر غيرنا وزراء الآن موجودين ورأساء كتل ورأساء حزاب الآن هم قسم أنهم معارضين مو معارضين للنهج هم معارضين لشخص السيد الحلبوسي بينما نحن قيادات بعض القيادات السنية وصلنا على الرأي العام أحنا مختلفين مع السيد الحلبوسي مو لشخصة شخصة محترم عندنا ولكن التوجهات والخطة اللي يصير بها هو المكتب الخاص اللي يخص به وهو وبعض النواب أو بعض ما يسمون القيادات الخطوة أحنا مختلفين بها لأنه استفادوا كثير مغانم كثير كثير من الجانب السني ولم يطبقوا أهم ما اتفقنا عليه ألا وهي الشروط اللي أنت تعرفها هاي كذا انتخابات انصحت قيادات عندنا 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 قواء الشعبية وأحنا عندنا المغيبين اللي قال اعتبروهم مغدورين أنا ما لا أعتبر هذا التصريح هذا يرجع علي يعني أنا ما ما أعرف لحد لأن مغدور وانجثت وانشت هذا التوفاة بعدنا نقول مغيبين وأكو أدلة وكواء الشرطة وكواء شغلات ثابتة ومسندة مو بساني حتى الأمم المتحدة عندنا المعتقلين الأبرياء الإرهابين نحن نقولهم عبنا نرفض بحكم الله ولكن الأبرياء مخبر سري غير غير هذا نطلحهم إعادة النازحين ده تاجرون بها وده تشترون سلات غذائية ما تطلع لها بتلات تلاف ده تكتبوها خمسين ألف في خمسمائة ألف سلة غذائية كذا مليار أأكد على ما موجود بعض السياسيين اللي يسووا تحالفات ممكن عليهم ملفات فساد فساد كثيرة بل حتى طائفين من موقف السن والشيعي وإحنا تدري بعيدين على الطائف الآن عندي الشيعي أخويا والكردي أخويا والسن أخويا بلد واحد ما عندي تفرقة ولكن المصطلح السياسي وليس المصطلح الطائف لا هم عندهم الطائفي لا أنا أتحمل هذه المسؤولية لا بعض السياسيين الفاسدين اللي طردناهم من الساحة السياسية والآن يحاولون بعض منهم يحاولون يعيدون باعتلاف جديد هذول السياسيين طائفين وزرعوا الطائفية وقسم منهم تتذكر اللي كانوا على الجسر الياباني ويهتفون جاءناك يا بغداد اليوم منطلعناهم سوين تحالف أحنا مو يا ذولة ذولة ما يرجعون احنا نتذكر السيد الحلبوسي وتعالف إدارة الدولة وأنا أحد أعضاء الوفد المفاوضي واتفقنا على وثيقة سياسية وقعناها ما نفذوا منها لحد الآن ولا أطرحوا بس موضوع التدقيق الأمني وشكرا جزيلا نقول له خطوة أولة بالاتجاه الصحيح باعتلال احنا كلنا ويعتحالوا في دارة الدولة دعم للسيد السوداني دعم للقيادات الشيعية السنية الكردية اللي يقود البلد إلى بر الأمان ولكن الاستفراد بالسلطة وتهميشنا كقيادات هذا غير مقول ولا نسمح به أناسا صباح ما يتفضل به الشيخ إبراهيم الدليمي يعني هالخلافات والتقاطعات الحاد بطبيعة الحاد تأتي مع جملة ملفات طرحت دفع واحد إلى الساحة المغيبين المناطق المحررة الأقاليم هذه التركيبة هي صدق لقاليم مرفوضة أستاذ الكريم هال طرحت حضرتك وأيضا هذه كلها عفوا عفوا للتصحيح الأقاليم مرفوضة سنيا أحنا عراق واحد لا يتجزع ما توقع أيضا طرحت أيضا طرحت كل هذه الملفات مغيبين أقاليم مناطق محررة هي غاية مركبة أم أنها صدفة أستاذ صباح يعني لنقول لماذا هذه الأيام طرحت هذه النقطة تحديدا ولماذا في هذه المرحلة بمجرد أنه تم تشكيل الحكومة العراقية الحالية وبدأت الحكومة بالقيام ببعض المنجزات وشعروا بالهدوء وشعروا بنوع من الاستقرار بدأت هذه الأمور تنهض من جديد هذه العبارات وغيرها وهي طبعا تعتبر حقوق لمكون مهم جدا ومكون كبير عندما يتحدثون عن المفقودين أو المخطوفين وغيرهم لكن نقول عندما تحصل في هذه الفترة أنها حصلت في مرحلة بعد أن أطلقوا العنان لفكرة انتخابات مجالس المحافظات بالتالي ستكون هي دعاية مبكرة لبعض القوة وللقوة الكبيرة أنهم يأتون بمثل هكذا ملفات ويضعونها على طاولة البحث لكي يقولوا بأننا نستطيع أن نأتي بهذه الأرقام الكبيرة وأنا أتفق مع ضيفك الكريم يعني عندما يتحدثون عن أرقام مثلا عن 20 ألف أو 22 ألف القوة القضائية والجهات التي تريد أن تعمل تقول يأتون إلينا بشهادات وفاة حتى نستطيع أن نعمل حتى في هذه الأمور نجدها بأنه فيها تسويق إعلامي مع العلم أنا أؤكد بأنه حصلت عملية مظلومية لهذه المناطق وأن هناك عمليات قتل وخطف ولكن من قبل من؟ يعني يجب أن يوضح من قبل من؟ هل من قبل داعش؟ هل من قبل قضايا عشائرية تتعلق بالمسائل الثارية بين القوى الموجودة؟ أم من قبل الفصائل كما يحاول بعضا يزج الفصائل في هذا الأمر؟ أم من قبل قوى غير المنضبطة؟ أم من قبل الجيش العراقي؟ بالتالي الفاعل يكون مغيب في هذه الأمور بالنتيجة ستوكل القضية إلى مجهول لو كانت هناك أدلة قوية وتقديم هذه الأدلة إلى الجهات القضائية ممكن أن نقول بأنه ستحدد الجهات الجانية وأيضا ستحدد الأرقام الحقيقية بالتالي عندما يأتون بمثل هذا الأمور أنا أعتقد بأنهم جزء من انتخابات مبكرة أيضا يتاجرون مثلما تاجروا بعض مناطق الموصل وبعض مناطق الأنبار والديالة وبعض المناطق التي تضررت نتيجة داعش أصبحت المتاجرة اليوم الآن أنا أعتقد بأنه المجتمع السني كمجتمع ومجتمع واعي مثقف يعي ما تحوط حوله من الأمور ويدرك تماما بأن بعض اللمسات الإعلامية وبعض المحاولات التي هي فيها مسحة إنسانية ما هي إلا عملية إبراز العضلات وإبراز الأنا وأيضا عملية الانتخابات مبكرة أنا أقول إذا كانت ثمة أرقام كبيرة جدا فعلى ذو المجني عليهم وعلى ذو الضحايا أن يقدموا هذه الأرقام عن طريق المنظمات الإنسانية الموجودة وعن طريق لجلد حقوق الإنسان في مجلس النواب وعن طرق كثيرة حتى عن طريق القضاء حتى لا يستغل هذا الملف من قبل السياسي ويحولها إلى جزء من الدعاية المبكرة لانتخابات المجالس المحافظات المقبلة طيب القطبين الرئيسيين شيخ إبراهيم يعني اللي هم في المشهد حاليا يعني هل نتحدث عن الإرادات الدولية وأيضا هناك صراعات لربما أيضا ارتباطات في الخارج إرادات سياسية داخلية خارجية هذه العلاقات هل تعقد المشهد أم أنها ستكون طرق للحل يعني شوفوا من لا شك فيها أن الدول الإقليمية تدافع عن مصالحها وتدافع عن كياناتها كدول لا بس أن تدخلون بالعراق بطريقة وبقرة هذه الدولة مع هذه الكتلة هذه الدولة مع الكتلة سين وصاد هذه معروفة عندنا ولكن بهذه الانتخابات حقيقة الأمر خفت التدخلات الخارجية بشكل كبير والسبب هو وعي الشعب العراقي شعب العراقي يعني الكتل السياسية عيدها مجلسات أرضية بدت قبل الكتل السياسية تتفاخر مرجعي للسعودية هذا يقول لي مرجعي الإيران هذا يقول لي مرجعي لأمريكا هسا الآن لا قام اللي يقول أنا عندي مرجعية إقليمية الشعب قام ينكره وينفره إذن الوعي اللي يدخل بي الشعب بالفترات الأخيرة بعد مآسي كثيرة من هاي المصطلحات اللي تاجروا بها السياسي ما قام يقدروا على السياسي يتجاسر أو يتجرأ ويقول أو يتكلم مثل ما مضى بتدخلات إقليمية نحن التدخلات الإقليمية راضية ومن يقبل الانبطاح للتدخلات الإقليمية فهذا ضعيف لا يمكن أن يكون قيادة من قيادات العراق ما تفضل بجناب الضيف الكريم عن دعاية انتخابية نحن لا نريد دعاية انتخابية ولا نريد خلافات سنية سنية أيضا موجودة الخلافات الكردية الكردية والخلافات الشيعية الشيعية والسنية السنية بكل المنتظمات السياسية كخلافات قسمها بدأ يطفح للجو والاستطاع وقسم لا زال يتراوح بمكانة وقسم مثل الإطار إطار التنسيقي يعني خلافات بين زعيمين حلوها بقعدة وأربعة خمسة اتدخلها وحلوها راضوها قبل يومين وانتهت احنا الغاية وين الآن؟ الغاية من وجودنا الآن وأنا المتكلم وأنا متصدي لبعض المشاهد ألي يهمني الآن نجاح حكومة السيد محمد الشاعي السوداني ويهمني تحالف إدارة الدولة التي تعبنا في بنائه واستغرق من عندنا كثر من سنة يهمني نجاحها ولكن مو نجاحها على اساس تصدر لي شخص واحد يزحم علي المشهد وتيت تفرض عليها قد تقول راح لأكون انتخابات نعم ولكن في بعض تشكيل الحكومة هذا السر اللي يبحد ده يقدر يكشفه ويطلع عليه احنا قبل تشكيل الحكومة كنا متصافي لكن بعد تشكيل الحكومة عندنا ناس فاشلين صدرهم بعض المجالات اللي تخدم المواطن بعضهم فازلين صدرهم بعضهم قام يتاجر مدير مكتبة يريد يسوي وزير رومان الصدى يعني كومور قمنا نحس بها بعض تشكيل أو اثناء تشكيل الحكومة إلى الآن ولذلك بعض الطروحات مثل ما تفضل اخوي استاذ صباح اللي اثارت حفيظة الشعب العراقي يعني مو صحيحة مو توقيتها مو صحيح يعني انا اقول وارجوك ان اسمحلي بهذا يعني مدى احتي بس على المغيب السني انا احتي ابناء سبايكة راح نطام حقوقهم اقول قسمتها بس كثير من عدهم انا اريد انه طي الحق العراقي لابن البصرة والابن الجنوب اللي ضحى لابن الاراضة الغربية وبعدين ابن الغربية هم ابن هذا الوطن وهم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وايضا قاتله اذا احقاق الحق لجميع فئات الشعب العراقي على حساب سياسين متسلطين ومتفردين ومستفادين منها بالمناح هو جزء من نجاح الدولة العراقية اذا انصفنا شريحة الشعب العراقي ولا نسمح لهم بالمتازرة يعني انا اتكلمت وراح اشيع لك اول سر يعني سر مهم القناة انا قعدت مع قيادات الاطار قلت لهم انتوا ليش لا تسمحون لقيادات سنية محددة بعينها كل مفاوضات نقعد وياكم هم رح يشو لك الستة اتصور انت واستاذ صباح تعرفها نفس الاستوالة المشخوطة المهجرين المغيبين العفو التوازن التعويضات ومشاكل زين انتوا ليش تسمحونهم كل مفاوضات يضغطون عليكم بهذا الموضوع يا اخي المغيب المهجرين تقدرون هما ما بهم خمسمائة الف الى ثمانمائة الف نسمة احسن ما فلان وفلان يتاجر بهم مليار واحد تقولنا تعال هاك تعويضات روح ابن بيتك وقعد انتهى بلف المغيبين العفو اللي دائما يضغطون عليها تعال من اللي بس تشابه اسمين ومن الكتل الاعتراف هذا طلعوا لي ان ماك واحد بالعراق مليون اكو محمد احمد او حسين علي او علي حسين هذول هواين حكموا منهم والمتهم الشهد فقصد الحجي التنقشت ميسع وقت البرنامج عشي يقوله مع قيادات الخط الاول الشيعية وقسم منهم ايدوني قالوا والله فكرة ليش احنا دخلهم كل مفاوضات يجون يفرضون علينا وبعدين يفرضون ميزانية علينا ويفرضون اعمار ويفرضون وزراء فاشلين فهس بدأ استادي بدأ المشهد يتطور والفهم يكثر عد الكرودي عد السنة عد الشيء وتحديدا عند الاخ الاكبر قام يعرف معانات الانسان السني ويعرف من دايحتي بعراقية ويعرف من هسه دايحتي صد ودايحتي لنفوذة ومصالحة شخصية اذا احنا خلينا الاطار الشيعي خلينا على ياخذ وجهة نظر او يفكر او يعرف انه احنا ويا مو علي بس على مصالحنا واذا ماكو اهدد انه 23 رح يصير مسار ثاني السنة جزء مهم لا يتجزأ من العراق لا يحكمها شخص واحد ولا يهدد عملية سياسية تنتهي عام 23 اذا ما نفذتوا الرغبات الجامحة وانا اعتقد ان لو الرغبات او المطالب هي رح تكون جزء منها دخصيصات في الموازنة الاتحابية القادمة وهذا امر مطيب استاذ صباح يعني هذه المفاوضات السياسية في كل وقت يعني هدفها هسه مرة اقتصادي على الموازنة وتحصيل اموال ومرة اخر تعتبر ملفات انتخابية ونتحدث ايضا عن ملفات او انتخابات مجالس المحافظات اللي تقترب شيئا فشيئا وانا هيك عن موعد انتخابات برلمانية ايضا سيكون حاضرا بعد ثلاث سنوات يعني الاساس في العملية السياسية هو الاطار الاقتصادي الصراع على الاقتصاديات مثل ما كان في التاريخ كان صراع على الكلة او على الغزو او على كذا كل يريد ان يستحوذ على ما يمتلكه الاخرون تغيرت العملية قاط وارباط وكلام سياسي ومصطلحات كبيرة جدا ثم اصبحت مسألة المكاسب السياسية والذي يتحدثونها عن المكاسب الذي تتعلق بالمصلحة العامة والمصلحة العامة وهو المعني بالمصلحة العامة وعامة الاحزاب يعني ولا اعتقد بينهم يتحدثون عن عامة الناس انا لا استثني القوة بكلها ولكن اقول ربما هناك البعض القليل من يفكر بان انا اعني بمصطلح المصلحة العامة هي مصلحة المواطن وحتى هناك كتب موجودة فيها اشياء مقززة جدا ومطالب مقززة وذهبت الى اللجان القضائية والتحقيقية والنزاهة وفيها مفردة وهذا خدمة لصالح العام اعتقد ان الصالح العام اليوم قد ما تكون هناك مشاريع واستثمارات في الداخل العراقي كانت منطلق جميل جدا ان يكون هذا المؤتمر الكبير في السعودية ومشاركة العراق وغير في هذا المؤتمر الضخم انا اعتبر هذه بادرة امل كبيرة جدا قد شاهده الشعب العراقي كله بدون استثناء حتى اي مواطن اليوم من يسمع لغة القتال لغة سني وشيعي او لغة كردي وعرب وكذا يقوم يضحك المواطن يقول انا هاي اللغة مليت منه لانه شعرت انه كانت عملية متاجرة بالارواح على حساب ابقاء القوة السياسية لكن بني شوفوا المبادرات موجودة مثل هكذا مبادرات راح يرتاح يعني اليوم شنو المشكلة اذا اذا اجت بعض الشركات الاجنبية واشتغلت في الانبار في الموصل في البصرة شنو المشكلة ليش ندخلها بمناكفات الشركات الصينية والشركات الكورية مثل ما ذا يصير اسا على ميناء الفاو والميناء اسا وصل مراحل متقدمة جدا ووصل لها مراحل الممكن راح يخدم العراق باكمله ممكن يربط خط الحرير عن طريق ميناء الفاو الى تركيا والى ميناء طرطوس عن طريق القناة الجافة وغيرها من المشاريع اللي موجودة في الموصل وغيرها ما نسأل عن هذه الشركة ان كان شركة تركية ان كان شركة كورية ان كان شركة ايرانية المواطن يقول لك انا اريد كهربابي خير اريد شارعهم بلط ما يصير بي حوادث يومية مكتولين عشر خمستعش واحد اريد ادور لي على فتخبزة زينة ادور لي على رغيف كون ما يرتفع ادور لي على دولار مستقر بسوق الدولار بالصيرة فما اريد يومية دولار صاعد نازل ويصعد الضغط وينزل من خلال صعدة الدولار ونزلت الدولار اريد يكونون السياسيين في مجتمع يطوني بارقة امل ليس فقط سيوف الالم يطعنوا بظاهري وبامامي يقولون ان احنا راح نسوي لك كيت وكيت بالنتيجة اكون مشاكل اليوم عندما قلت في بداية كلامي اذا ارتقى لغة العقل ممكن ان يهدأ البيت السني مثل ما هذا قبل ايام حصل صراع فيما بين الاطار وانتشر هذا الشيء في وسائل اعلام ثم حصل تهدئة في الموضوع كما تفضل ضيفك الكريم جناب الشيخ ابراهيم وحصل هذه الامور هذا يعني ان لغة التعقل كل دما ارتفعت فيما بين القوى السياسية هذا ينتظره المواطن والا المواطن عود يقول والله شنو باشر انا راح اكون ويا فلان على حساب فلان قوة والله ما راح يكون والله ما راح يكون والله ما راح يكون والله ما راح وهذا ما اشار الى الشيخ في الان لان لغة الدم صارت اقبح لغة اليوم قاعد يتاجرون بها السياسين وبعد ما ممكن راح يتاجرون بالسياسين العملية السياسية هي الضامنة لكل هذه المخرجات السليمة والصحيحة من ثم تفضلت حضرتك وتفضل الشيخ إبراهيم الدليمي بأن التفاوض والإتلاف ضمن تحالف إدارة الدولة مع الإطار التنسيقي كلها هذه كفيرة بحل هذه المعاوقات أشكرك شكراً جزيلاً أستاذ صباح زنقنة رئيس مركز التحاضي الخبراء استراتيجي أثريت الحوار في هذا الملف والشكر الكثير لجنابك الشيخ إبراهيم الدليمي السياسي المستقل شكراً جزيلاً لك مرة أخرى وشكري مصور لكم مشاهدي الأحبة على حص المتابعة اشتركوا في القناة